البصق هي دولة مجانين الناس دلوقتي بطلت الكرة وقفوا الدوريات وقفوا الجامعات وقفوا مش عارف ايه فطلع واحد اسمه وزير اللي هو قوى العاملة طلع بحاجة غريبة جدا قالك احنا لازم نعمل حاجة توقف انتشار الفيروس ده فقالك عايزين نعمل ندوة توعية ندوة توعية نقول للناس ازاي اول حاجة على فكرة اي حاجة اي حد هيقولك اول حاجة في التوعية انك متعوشش في اماكن مفيها ناس كتير اول حاجة لو جبت عم ابراهيم اللي بيعمل شي هنا قلت له اول حاجة في الفيروس اقولك متعوشش مع ناس كتير لا في صلاة ولا في بتاع ولا في ملعب كورة شوف بقى العبقرية بتاعتنا والابداع عايزين يعملوا ندوة توعية ايو والله ندوة توعية عن خطورة الفيروس وسبب انتشاره اهم حاجة سبب انتشاره بص با رغم قرارات الحكومة بحضر التجمعات القوة العامة تنظم ربعمية وخمسين ندوة للتوعية بحضور خمسين الف شكرا تحياتنا من فيروس كورونا الى وزاة القوة العاملة نشكركم لحسن تعونكم يعني والله العظيم فيروس كورونا لو شافك ليبوسك في بقك خمسين الف هتعمل ربعمية وخمسين يا مفتري اهتم ترين مع حد هتعمل ربعمية وخمسين ندوة في وقت العالم كله يا راجل ده انا نبارح دخلت مول والله كنت انا والبيعين اللي في المحلات انا ناسي دلوقتي دخلتوا ليه اصلا ودخلت حسيت ان انا يعني هو في حاجة غريبة انا ماشي الواحدي وبعدين المحلات كلها فرحانة باية جدا فحسيت ان انا مشهور قوي ما عرفنش اصلا في حاجة غريبة حصلة وكل العمال اللي عملت طالعين برمحلات يا عدم بيك تعال عندنا انتوا استدقتوا ليتوا بان يا عدم ولا ايه اكتشفت ان امور كله فاضي كله الاخ بقى بيعمل ربعمية وخمسين ندوة بحضور خمسين الف عامل فشوف بقى كل عامل من دول كل عامل وانت طيب لو فيهم حد لا قدر الله اخد انشر انت بقى يعني معاك خمسين الف يا راجل ده انت مفتري او مجنون والله العظيم لكن في حلول في حلول لما الناس تبقى راقية شوف رونالدو انا محبوش والله ما حبه ولا حبه طالية لعبه انا بغيزه لده احمد سعيد بس انا بحبش طالية لعبه مش سموز كده وبيلعب كرة ان انا شوف شوف يعني الحقيقة بص بقى عبدالله بيقول ايه كارثة كبيرة منتظرة منتظرة طبيب امراض معدية معدية كندي يقدر عدد الحالات في مصر الرقم ده كاما جماعة عشان بس ايه انا مش من هنا وغريب اه تسعتاشر الف تور مائة وعشرة بناء على الحالات التي ظهرت بعد العودة ده ايه زاكه ادي ايه زاكه ده طبيب ده ايه زاك ده طبيب معدية امراض معدية يعني بيجيب الناس بيعدي الناس يعني اهو قال تحت ايه لو كتب الرقم كده كنت عرفت اقرى والله تسعتاشر الف تور مائة وعشرة الراجل ايزاج ده يعني اسحاء بيتوقع او هو يعني عنده رقم حالات اهو كتبها تحت اهو تسعتاشر الف تور مائة في مصر اهو زاكيس نمبر ات تسعتاشر الف تور مائة وعشرة حالة في مصر ايه زاكي ايه زاكيس هتزعل الست الهابلة لعبيه تم مبادئوا اليه يا ايه